اشتركوا في القناة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري متابعين في الأردن أصد الله أوقاتكم بكل الخير وإليكم الآن النشرة الجوية الرئيسية اليوم الاثنين انخفضت درجات الحرارة قليلا مقارنة بيوم أمس الاثنين وكانت الأجواء ربيعية معتدلة وكانت الرياح غربية نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أن تعود درجات الحرارة بإذن الله للارتفاع يوم الأربعة نستعد بالبداية صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة لهذا اليوم والتي تشير إلى انتشار كميات من الغيوم المنخفضة والتي سرعان متلاشت وأصبحت الأجواء صافية في عموم مناطق المملكة نستعد الآن خرائط توزيع درجات الحرارة من يوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء كما نلاحظ انخفاض على درجات الحرارة وتمركز كتلة هوائية دافئة تسيطر على بلاد الشام يوم الاثنين ويوم الثلاثاء أيضا درجات حرارة وأجواء ربيعية يوم الأربعاء تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع وأجواء حارة بإذن الله نستعد الآن درجات الحرارة متوقعة فترة السحور في العاصمة عمان لهاية الليلة 13 مئوية وأجواء صافية نسبة الرطوبة 48% وسرعة الرياح 3 كم في الساعة نستعد الآن درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله لثلاث أيام القادمين في العاصمة عمان يوم الثلاثاء بين 22 و13 وغيوم متفرقة يوم الأربعاء أجواء صافية ومشمسة ودرجات حرارة مرتفعة 27 نهارا 19 ليلا ويوم الخميس أيضا أجواء صافية ومشمسة 32 نهارا وبتنخفض ليلا إلى 22 درجة مئوية متابعينا هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة تصبحونا على ألف خير النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري